السلام عليكم اصدقائي اعزائي الاوفياء متابعيي قناة خذوتيب. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتم يتكونوا كبيرا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تعليم المونتاج من السفر. سلسلة جديدة ان شاء الله الرحمن سنتراه على القناة خاصة بتعليم المونتاج للمبتدئين. فتحتي قناة او اللاعات سوف يفتح قناة. ضروري ومؤكد خاصة تعليم المونتاج. لانه شبه مستحيل. سواء عندك تيك توك فيسبوك يوتيوب. اه مهم. اي مناسة كتخدم عليها. رغم ما يمكنش انك تصور الفيديو مباشرة من التليفون او من الكاميرا. وتلوحو على الصفحة ديها لكل القناة ديلك. لانه ضروري غادي يكونوا عندك لاقاطات اه اصوات. مهم. خسروا لك في التصوير. باش كنقادوا الامور ديالنا با bib muntage. يعني خسنين تعلم المونتاج. وماشي انا خسني اتعلم المونتاج باش ارجع كندير اه افلام ولا كندير افلام سينمائية. يعني خسنين تعلم المونتاج اللي غادي يقادلي الفيديوهات ديالي. يعني خسنين بدا. بالخطوات المبدائية اللي كي التعلموها المبتدئين. ومن بعد خطوة بخطوة بخطوة. الانسان كيتعلم بزاف ديال الامور وكيقول لي كيستبد من بزاف ديال الامور ومنك يعرف الاساسيات ومبدائيات اللي في المونتاج كيقول لي هو ديك ساعة كيضيف الخبرة دياله وكيقول لي كيما كان قولو الاجتهاد دياله وكيقول لي كيخرج لك فيديوهات يعني احسن حتى من المخرجين واحسن من الافلام يعني مشي صعيب باش انك تخرج فيلم من التليفود ولكن خستك تعلم المونتاج خستني نتعلمه يعني خستني اول حاجة والامور اللي خستني نتعلمه كيفاش نقطع او لا نفرق او لا نحيد لقطات اللي خسروا ليها في الصوير كيفاش نحيد الصوت نقص من الصوت نزيد في الصوت نقاد الكولور ديال الفيديو اه نضيف الكتابة يعني هاد الامور خستني نتعلمه ان شاء الله رح ما رحيم في هذه السلسلة كيما قلت لكم الخاصة بتعليم المونتاج من الصفر يعني كل فيديو غادي نشرحوليكم واحد الحاجة باش تعلمه يعني واحد الحاجة غادي نحاولو نوضعها في فيديو كامل ولا تعلمتي هاد المرة حاجة وشديتيها مزيان وكاملة ركستافدتي حسن ما نشرحولك مثلا على واحد تطبيق اه كامل لانه عدة فيديوهات عندي للمونتاج ولكن كنشرح على التطبيق كامل وبالتالي الناس كان اللي كيستافد وكان اللي مكيستافدش مزيان لهذا كل تطبيق غادي نشرح على عدة تطبيقات وغادي نحاول نشرح على احسن التطبيقات اللي مشهورة اللي هي الكابكات وكين ماستر مهم هالتطبيقين غادي نعطيوكم كل مرة الميزات اللي فيها والحاجة اللي خاصك تعلمها وتركز عليها وندوزوا الامور التانوية اللي كتزيد تعاونني فاش انه الفيديو ديالي يبان كفيديو احترافي يعني دك السيد لمشاهد اللي غادي يدخل يشاهد الفيديو ديالي عايقلك السيد مدرعب تابعة باش وجد الفيديو مهم اصدقاء اولا ديروا لايك لالفيديو تانيا كملوا الفيديو تانيها وحاولوا تشاهدوا هاد سلسلة يعني كل مرة غادي نلوحوا فيها فيديو ولكتي اول مرة تتعاد قناة خلوتيب اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش فيكم ما اللوحوا شي فيديو ان شاء الله رحمه 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 تشاهدوا وتستفد يلا على بركة الله نشرحوا لا اول تطبيق اللي غادي نوضحوا عليه وتطبيق رائع اللي هو كاب كات هالتطبيق اصدقاء جميل وغادي نوريكم احتى الطريقة بالنسبة لناس اللي غادي بشوتي اللي شارجهم بلاي ستور لانه عنده واحد المشكل ديال العلامة المائية ما هي العلامة المائية هي ديك الاسم اللي كيبقى في اخر الفيديو دياله الى بغيتي الناس ما يعقوش بانك خدمتي بتطبيق اشمن تطبيق يعني كيفاش نحيي ديك العلامة المائية غادي نوضحوا لكم في حلقة بوحدة مهم ثم تتبعوا اي القناة ديال مهم على بركة الله نبدأوا في شرحي هذا التطبيق بسم الله عزيقاء نبدأوا في شرح تطبيق اه كاب كات هذا التطبيق الرائع التطبيق الجميل هو سهل استخدام كل حلقة غادي نشرح لكم واحد الميزة من هاد الميزات اللي غادي تسهل عليكم المونتاج مهم اول ميزة غادي نشرح لكم كيفاش انكم تحيدوا اللقاطات اللي اختروا لكم في المونتاج وكيفاش تقوموا بتصدير الفيديو باعلى جودة مهم كيفا كتشاهدوا عدنا تحمي ذيك الزائد اللي بلوله ازرق عدنا احدها مشروع جديد غادي نكليكيو عليها غادي دخلنا يعني شنو عدنا ديال فيديو ووات يعني اللي عدنا في التليفون غادي نختاروا الفيديو اللي غادي نخدمو عليه ها هو الفيديو اللي غادي نخدمو عليه اول حاجة غادي نكليكي لديك اضافة اللي في الاسفل يعني مباشرة باش ندخل لمكان العمل باش نبدأ الخدمة على المشروع ديالي هنا يا كما كتشاهدو في الاسفل عدنا يعني بزاف ديال الاعدادات وبزاف ديال كيفاش انا نعدلو على الفيديو ديب احنا عدنا نختاروا حاجة واحدة باش نعدلو للفيديو اللي هي تعديل اللي في هالشكل ديال المقص في الاسفل ديب احنا مثلا كنا كنصورو خسرتنا شي لقطة بغينا نحيدوها شنو غادي نديرو غادي نكليكيو علي الفيديو يخدم وغادي نبدأون تصنطو تالا اللي بغينا اننا نحيدوها عدنا جزء الطرق اما غادي نكليكيو على ديال المقص اللي كان في الاسفل كما كتشاهدو او لا طريقة تانية كنكليكيو على الفيديو وكيطلع لنا على هاد الاختيارات هادو اللي كتشاهدو اللي فيها تقسيم ما معنى تقسيم يعني كان قسمو ما بين اللقطة اللي سليمة ما بين اللقطة اللي غادي نحيدوها يعني التقسيم الاول من بعد ما كنكليكيو لادك تقسيم راي شو شو حال ديال الاعدادات ما احنا ده بغا نشرحو هي تقسيم كيبا كتلكم في البداية الفيديو غادي نشرحو حاجة واحدة باش نفهمو اهم زيان نخدمو لها حاجة واحدة صافي كليكينا لادك تقسيم عاود كذلك غادي نكليكيو على الفيديو بتخدام ونبقى نشاهد الفيديو اللقطة عاود كذلك اللي بغيت نحيد عاود كنكليكيي على ديك تقسيم وبالتالي كتولي عندي واحد لقطة مفروقة يعني كما كنكولو مقصمة يعني بين الجوانبين من هاتجية ومن هاتجية مقسمة خاسني نحيدها انا شنو غادي ندير يعني هدى اللقطة خاسرة خسني نحيدها قسمتها من اليمين وقسمتها من اليسار دابا غادي نكليكي لحدف راو بين الحدف صافي غادي تحيد لي اللقطة وغادي يبقى ليها انني نزيد نحيد اللقطات الاخرى مثلا إلا بغايت نتراجع لذاك الحدف عندي دكرة في اليشات اللي كما كتاهدو كانوا كليكي اليوم وكيتب لي ترجع لي اللقطة كما كانت هي يعني باش ما نضرب اجتمعا نعاود للمونتج ملول بغايت الاستمر في الحدف كان نكمل بغايت نرجع كان نكليكي هدوكي في اليشات وكان نرجع من بعده اصدقاء بغيت ندير تصدير للفيديو كيفاش ندير تصدير للفيديو يعني ندخلو عندي في التليفون عندي طريقة جيدة اولا نختار له الكاليتي اش حال يعني واش بغيتو بسبعمية وعشرين واش بغيتو بألف وثمانين واش بغيتو بدوكي او لفوركي يعني الجودة كان اختار له الجودة واش جودة عالية جودة متوارية الجودة التي صورت بها او للجودة اللي وخامة فيش هو مثلا مصور بفوركي الرجعو مثلالا ثممية وعشرين او للرجعو الف وتمانين يعني هنا في هذا المكان كانت حكم انا في الكاليتي دي الفيديو يعني بغاية النظر اي جودة كان منصور بها كان حولوا انا الجودة اللي بغيت ومن بعد ما كان اختار الجودة اللي بغيت كنكليكي على تصدير وهناك يقول لك جاري التصدير خاصك تخلي يعني التصدير يبقى خدام ما تخرش من الصفحة صافي يتيب تحميل الفيديو الى الهاتف مهم هذا هو الفيديو اصدقاء شكرا لمن تابعا على النهاية والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قديم ان شاء الله